لو انت مركب مصمار النخاع او شريحة ومسامير ومش عارف المفروض المصمار النخاع او الشريحة ومسامير ده يتشال ولا لا تابعني في الفيديو ده هشرح لك كل ما يتعلق برفع الشريح والمسامير ورفع المصمار النخاع معكم دكتور نادر كميل لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك وشير للفيديو عشان ينتشر في كل مكان وتدعم القناة الناس اللي بتركب شريحة ومسامير او المسمار نخاعي في حاجات معينة لازم ساعتها نشيل الشريح والمسمير اول حاجة ان اللي قدر الله يكون فيه التهاب صديدي في الشريحة والمسمير او في المسمار النخاع في حالة حدوث التهاب صديدي في الشريحة والمسمير للمرة الاولى يتم عمل عملية تنظيف لها شروط معينة يتم عمل عملية تنظيف و الشريحة والمسامير ممكن تتساب مكانها و ممكن الجلد تقفل على طالما عملنا تنظيف و الجلد تقفل عليها بسلام و خدنا مزارع و خدنا مضادات حيوية ممكن ساعتها نسيب الشريحة والمسامير لحد ما الكسر يلحم و بعد كده نرجع نشيل الشريحة بعد التعام الكسر حرك الشريحة كده الشريحة سمولة هيت رفعت الغد و المسامير بتاعتها وريني ألات بتاعت الرفع كده واحدة واحدة اللي احنا رفعنا بيها. البنطة الحدادة. دي البنطة الحدادة هي اللي احنا عشلنا بها راس المسمر. وريني كده قرب. اسمعي دي? قولي ايش راح نبقى. دي اسمعي. ده بيروبوت ريفيرس. وريني السن بتاعه كده قرب السن بتاعه. خليه اه خليه هنا كده. اهو. ده السن بتاعه. ده بيروبوت ريفيرس. وريني التانية وده اي ده. ده بيروبوتها المسمار المعطوم. ماشي. نايم وخطو. ماشي. ده بيروبوتها المسمار المعطوم بعد ما انطلع الراس بتاعته. وريني ابقى اللي بتدخل حوالين المسمار. تبتمسك على المسمار بس. اه. تبتمسك على المشي للمسجيت وده كده. شو ريني ابقى دي اللي بتدخل حوالين ايه اسمها ايه ده? خواشة. الخواشة. ايه الخواشة دي. وريني سنها كده. نايمها كده تاني. دي سنها مشارشرة. هو برضو بتلف بتعمل اه حفر حوالين المسمار. ماشي. وقيت ااني. المفكات بقى بعدها. المفكات. جميع المعنى مفتاتة. ماشي. دي اه. اراضة. تمام. دي ايه حاجتين. ديه الرمرات بتاع الشفتة. ديه الشريح والمسمار الشابت. المسمار مكسورة. ولكن في بعض الاحيان. بعد ما بنعمل تنظيف ليه الشريح والمسمار بنلاقي الصديد رجع مرة اخرى في الحالة دي لو الصديد مستمر او الصديد بقاله فترة طويلة جدا. او الشريحة موجودة بقالها فترة طويلة والكسر وملحمش في الحالة دي ينصح برفع الشريحة والمسمير تماما. ده طبعا بعد الرجوع للطبيب المعالج. ينصح برفع الشريحة والمسمير في الحالات دي. في حالة وجود التهاب صديدي او بلا فترة طويلة ملحمتش او الجلد اللي فوق الشريحة وقع. الجلد مات وحصل قرحة والشريحة ظهرت. الشريحة ظهرت من الجلد. في كل الحالات دي ينصح برفع الشريحة والمسمير. كلام برضو ينطبق على المسمار النخاعي. في حالة وجود التهاب صديدي في المصمار النخاعي فتح وبيجيب صديد او في حالة ان المصمار النخاعي ده موجود بانه فترة طويلة اكتر من سنة واكتر من تسع شهور والكسر لسه لم يلتائم حتى الان يتم رفع المصمار النخاعي عمل تنظيف واخذ مزارع تمام وبعد كده يتم عمل جراحة اخرى لتثبيت الكسر بطريقة اخرى تزود التام يبدا السبب الاول لرفع الشرايح والمسامير السبب التاني الرفع الشرايح والمسامير في حالة التام الكسر لو الكسر التام تماما الكسر التام ومفيش اي مشكلة حصل التام كامل للعظم العظم اللي فوق مسك في العظم اللي تحت انا من رأيي كدكتور نادر ان احنا نشيل الشرايح والمسامير ونشيل المصمار النخاعي لان وجودها بيعمل المزمن للعيان وممكن تبقى محسوسة كمان تحت الجلد في الناس الرفيعة فيفضل ان الشرايح والمسامير او المصمار النخاعي تتشال وخصوصا في السن الصغير طبعا ده بعد الرجوع للطبيب المعالج للتالت اللي خلينا انشيل الشرايح هو المسامير انها تكون برزة تحت الجلد اكتر ما كانتبقى محسوسة في الشرايح والمسامير هو عظمة الزند تبقى محسوسة هنا لو لحد مركب شرايح ومسامير هنا ممكن يهشها او عظمة الانكل حوالين الانكل او عظمة القصبة cetimanaكان دي اكتر اماكن ممكن على ايانبها حاسس الشرايح والمسامير تحت ايده وكل ما يتخلط فيها تبقى فيفضل انها تتشال بس طبعا بشرط ان الكسر يكون لحم. دي عملية رفع شريحة ومسامير. دي الشريحة اتكسرت. والكسر ما لحمش. وكان راكب تلاتاشر مسمار. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر. ودي الات رفع الشريحة والمسامير. فيها مفكات جميع الاحجام. وجميع الاشكال. وبيبقى فيه بونط حددي. حاجة اللي بعد كده اللي خالي نشيل الشريحة والمسامير. نشرح ولكن الكسر لم يلتأم. لسبب ما الكسر لم يلتأم. في فيديو لايف انا عملته عن سبب اسباب عدم التأم الكسور وتأخر التأم الكسور. فيديو لايف موجود على الصفحة. ففي الحالة دي لو الكسر لم يلتأم مفيش التأم بصديد ومفيش اي حاجة. بس المسمر اللخياء موجود. او الشريحة. ولكن الكسر غير ملتأم. في الحالة دي يفضل رفع الشريح والمسامير او رفع المسمر وتركيب شيء اخر. تركيب شريح والمسامير اخر او تركيب مسمر اخر مع عمل ترقيع للعظام من الحوض. بنعمل ترقيع للعظام من الحوض عشان ندعم التئام الكسر. كل دي اسباب رفع الشرائح والمسامير. عملية رفع الشراح والمسامير من العمليات الصعبة عملية مش بسيطة. عملية بنحتاج فيها آلات خاصة عشان نشيل الشراح والمسامير. مش مجرد مفك بس. عشان نفك المسامير. بنحتاج آلات من نوع خاص. بنجاهزة من شركة. الالات دي برضو انا نشرت عملت عليها فيديو قبل كده. نشرته على الصفحة عن ايه هي آلات الشراح والمسامير. وبرضو هاعرضه لكم الفيديو ده دلوقتي. الالات دي بتكون عبارة عن مجموع من الالات بتتأجر من شركة فيها جميع انواع المفكات بكل الاحجام وفيها حاجة اسمها بونط حدا دي وفيها حاجة اسمها خواشة وفيها حاجة اسمها آآ 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 آ على طرف المصمار ويشد ويطلع المصمار من العضل عشان كده لازم الالات دي تكون جاهزة مع كل دكتور عظام بيحاول يشيل شريحة ومسامير طبعا في حالة في حالة اخرى برضو احنا بنحب بنشيل فيها الشرايح والمسامير وهي وجود فقدان في الجلد فوق الشريحة والمسامير يعني الشرايح المسامير بقت مكشوفة زهرة يعني طبعا دي مشكلة كبيرة لازم نشيل الشرايح والمسامير وبعد كده نعمل عملية تجميل لاما رقعة جلدية لاما رقعة عضلية عشان نقفل على العظم لازم العظم يكون مضغطي العظم المكشوف يعتبر ميت العظم المكشوف يعتبر ميت عشان كده نشيل الشرايح والمسامير ونقفل بعمالية تجميل رقعة عضلية او رقعة جلدي من الاخطاء المنتشرة في جراحة العظام ان احنا نفضل نغير 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 على الشريحة وهي مكشوفة على اساس ان هي الجلد يلم عليها وهو مش هيلم ابدا لانه محتاج عملية ترقيع او عملية تجميل رقعة عضلية او روعة جلدية. اه هاوريكم دلوقتي الالات المستخدمة في رفع الشرايح والمسامير. كان معكم دكتور نادر كميل لو عجبك الفيديو اعمل اه لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتدعم القناة. شكرا جدا لحضراتكم. دي عملية رفع اه شريحة ومسامير. دي الشريحة اتكسرت والكسر ما لحمش. وكان راكب تلتاشر مسمار. اربعة خمسة ست سبعة تمانية تسع عشرة حد عشر اتناشر تلتاشر. ودي الات رفع الشريحة والمسامير. فيها مفكات جميع الاحجام وجميع الاشكال وبيبقى فيه بونط حدادي. موسيقى 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 موسيقى